من الأخطاء الشائعة في السجود والتي قد يؤدي بعضها إلى بطلان الصلاة السجود على الأنف دون الجبهة وهو فعل مخالف للسنة السجود على الجبهة دون الأنف وهو فعل مخالف للسنة الافتراش كافتراش الكلب وهذا من الأعمال المكروهة في الصلاة عدم مجافات اليدين عن الجنبين في السجود وهو فعل مخالف للسنة رفع القدمين في السجود وهذا من الأفعال المبطلة للصلاة إن استمر ذلك طيلة السجود وكذلك رفع إحدى القدمين أثناء السجود وهذا من الأفعال المبطلة للصلاة السجود على أطراف أصابع اليدين وهو فعل مخالف للسنة السجود على القبضة وهو فعل مخالف للسنة والذي ينبغي للمصلي أن يسجد على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وبطون أصابع القدمين وأن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخيديه وفخيديه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الأرض هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأصابع والإشارة بالسبابة وهذه الصفة الثانية بتحليق الإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة وهتان الصفتان صحيحتان ويكون ذلك من أول التشهد إلى آخره الله أكبر هذا هو الموضع الرابع الذي ترفع فيه اليدان وبذلك تكون المواضع التي ترفع فيها اليدان أولا الله أكبر مع تكبيرة الإحرام ثانيا الله أكبر مع تكبيرة الركوع في كل ركعة ثالثا سمع الله لمن حميده عند الرفع من الركوع في كل ركعة الله أكبر رابعا عند القيام من التشهد الأول هذه الصفة الصحيحة في الجلوس للتشهد الأول بافتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى أما في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية فالسنة نصب القدم اليمنى وتقديم اليسرى وإدخالها تحت اليمنى والجلوس على المقعدة وهذا هو التورك هذا من الأخطاء الشائعة لأنه لم يتابع الإمام والواجب أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم التفت يمينا وشمالا أما تحريك الرأس بهذه الطريقة وتحريك اليدين فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم فلا يشرع فعله ترجمة نانسي قنقر